نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري ينهي زيارة رسمية لسلطنة عمان كيف هي علاقة الحكومة الشرعية بعمان بالنظر للملفات المهرة والحوثي وغيرها وماذا وراء الحضور المكثف لمسقط في الأزمة اليمنية مؤخرا أهلا بكم سلطنة عمان الدولة الجارة لليمن وصاحبة الدور الغامض والحذر في الفعل أو عدم الفعل مؤخرا شهدت حراكا سياسيا مكثفا فيما يخص الأزمة اليمنية سواء في ملف المهرة التي تتقاطع فيه مصالح العمانيين والسعوديين أو في ملف الحوار مع ميليشيا الحوثي الخط الذي تتبناه السلطنة منذ بداية الحرب وتؤي لديها قيادات حوثية باردة وبالنظر إلى الدور السلبي لسلطنة عمان في مسألة التدخل الإقليمي في اليمن وبعض القضايا الاستراتيجية الأخرى إلا أنه مقارنة بدور الدول التي تدخلت فإن سلطنة عمان تحظى بالسخط الشعب الأقل من بين دول الإقليم التي قالت إنها تدخلت من أجل استعادة الدولة ثم تبين أن لها أجندات أخرى ما طبيعة الدور العماني في اليمن؟ وهل شهدت أجنداتها تغيرا خلال الفترة الأخيرة؟ هل هناك تقارب سعودي عماني حول الملفات اليمنية؟ أم أن ما حصل مؤخرا محصور فقط بالتقارب السعودي الحوثي؟ بشكل رسمي أو غير رسمي فسلطنة عمان حضرت مؤخرا بصورة أكبر في الأزمة اليمنية بالأمس عاد إلى المهرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري من زيارة رسمية للسلطنة امتدت لأسابيع التقى فيها مسؤولين عمانيين وسفراء الدول الكبرى قال الوزير إن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهة الرئيس هادي لبحث عدد من الملفات منذ بداية حرب التحالف في اليمن اختارت عمان النائب نفسها عن التدخل في اليمن عسكريا الأمر الذي فسره البعض بأنه موقف محايد من الأزمة في اليمن فيما رأه البعض الآخر دعما غير مباشر لميليشيا الحوثي لحكم العلاقات الاستراتيجية بين مسقط وطهران أواخر العام 2017 استقدمت الرياض قوة عسكرية كبيرة إلى المهرة المحافظة التي تعد بالنسبة لمسقط امتدادا لأمنها القوم في اليمن يرى البعض أن حضور السعودية المكثفة في المهرة عبر استخدام شرعية الرئيس هادي يخفي وراءه مؤشرات صراع إقليمي بين السعودية وعمان قد يتحقق على أرض يمنية أبناء ووجهات المهرة الذين تربطهم مصالح تاريخية مع سلطنة عمان كانوا رأس الحربة في مهاجمة التواجد السعودي في المحافظة التي أشعلت الرياض النيران فيها بما يرى مراقبون أن حماية السلطنة لما تراه مصالحها الاستراتيجية في اليمن لا ينبغي أن يكون على حساب السيادة اليمنية ومسار الدولة في منتصف نوفمبر الماضي زار نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مسقط والتقى المسؤولين العمانيين ضمن جهود وصفها البعض بأنها في إطار التقارب السعودي الحوثي والتي تدعمه أيضاً الولايات المتحدة سياسة مسقط في اليمن يكتنفها الحذر والغموض ومحاولة إمساك العصى من المنتصف بين اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين لكنها في الوقت ذاته لم تعاد الدولة اليمنية بالشكل الذي يفعله من يزعمون أنهم حلفاؤها إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ نبيل البكيري رئيس مركز باب المندب للدراسات الاستراتيجية وسينضمع أخرون عبر الهاتف مساء الخير أستاذ نبيل مساء النور لكي مشاهدنا الكرم أهلا بك أستاذ نبيل هذه الحلقة تحمل سؤالاً بارزاً دعنا نفتتح به الحلقة وربما هو سؤال كبير ما هو دور سلطنة عمان في الملف اليمني دور عمان في الملف اليمني هو دور ليس فاعلاً بقدر ما هو حاضراً في الملف اليمني لكن ليس بذلك الفاعلية التي كان ينبغي أن تكون عليها منذ البداية عمان باعتقاد حتى هذه المرحلة وقفت على امتداد سنوات الحرب موقفاً وسطاً إلى حد ما كان هناك فراغ في تواصل الحكومة الشرعية أو الجانب الرسمي اليمني مع السلطنة صب هذا الفراغ في صالح الميليشيات الإنقلابية التي استطاعت أن تستفيد من هذا الفراغ من خلال وجود سلطنة عمان كمنفذ لهذه الميليشيات وتواصلها الخارجي بقاء القيادات الحوتية في السلطنة أيضاً كان جزء من هو تعبير عن إخفاق الحكومة الشرعية اليمنية في التواصل الدائم والمستمر مع عمان بأعتبار عمان أيضاً عمق استراتيجي للملف اليمني والجغرافية اليمنية بالنظر إلى الحدود المشتركة بالنظر أيضاً إلى التاريخ المشترك الذي يربطنا بالسلطنة وبالتالي وقفت عمان موقفاً يعني دعني يقول أنه كان موقفاً وسطاً إلى حد ما لكن نتيجة لغياب بالتأيي تواصل مع الحكومة الشرعية وعدم حضور مستمر ومتواصل للحكومة الشرعية هذا كله صب في صالح يعني وجود ميليشيات الحوثي في عمان وتواصلها مع عمان وأيضاً باعتبار عمان أيضاً تمتلك علاقات استراتيجية مع القانب الإيراني وهذا كله صب في صالح يعني صورة أو ما صب في صالح الانقلابيين في هذه المرحلة نعم لكن الفترة الأخيرة ربما تغير موقف عمان تجد أنه أكثر فاعلية وأكثر حضوراً من السابق عمان أنا باعتقادي نور تقربة الخمسة السنوات الماضية يعني شكلة رصيد فيما يتعلق ببناثقة كبيرة لدى الأطراف اليمنية كلها صحيح أنهم قد يقول البعض أنهم يعني توفيرها ملاذ للجماعة الحوثي أو نقطة عبور للخارج سيقعلها الطرف غير حيادي أنا باعتقادي عمان أيضاً لا ترفض وجود القانب الحكومي الشرعي في عمان وسهلت مرور اليمنين بشكل كبير أيضاً ومسؤولين يمنيين يذهبون ويعودون عن طريق العاصمة العمانية مسقط وغيرها من المدن العمانية وبالتالي عمان حاولت أن تكون وسطاً إلى حد ما تحتاج عمان أيضاً ولا يمكن الهروب من الدور العماني أو يمكن تغافل الدور العماني بالنسبة لأنه بالأخير عمان هي قار والقار هذا يهم يعني من المهم جداً أن يكون هناك خطوط تواصل معه وهناك أيضاً تفاهمات مشتركة وفيه هناك مخاوف مشتركة يعني أنه جارك الأبدي في نهاية نعم بالضبط يعني لا تستطيع بيوم أوليلا أن تغلق هذه الحدود وتصنع قطيعة معينة مع هذا القار وبالتالي أنا باعتقادي أنه ربما كدولة خليقية عمان أنا باعتقادي هي الأقرب إلى أن تكون طرفاً في الحالة اليمنية طرفاً يستطيع الجميع أن يثق بقدراتهم وأن يثق أيضاً بحياديتهم وهذا ما يتمنىه اليمنيون أيضاً والعمانيون أنا باعتقادي أنا من خلال تواصلاتي مع بعض الأكاديميين وبعض الأطراف العمانية أيضاً منذ البداية أنا أذكر أنني بعد عصبة الحزم تقريباً بشهر كنت في مؤتمرة في الدوحة والتقيت بالسفير العماني السابق وظلنا تقريباً ساعتين في نقاش يعني متواصل مع السفير وكان يتحدث بكل جدية وحرقة فيما يتعلق بمآلات المشهد اليمني كان يقول أن الحرب في اليمن ليست في صالح اليمنيين وخاصة أنه هناك يعني ممكن أن يكون هناك مبادرات للسلام بين اليمنيين أنفسهم بعيد عن المجتمع الدولي وبعيد عن كل هذه الأطراف فكنت أقول له إذا استطعت أن تقنع جماعة الحوثي أنه ممكن أن تتحول إلى جماعة سياسية حينها سنتحدث عن مسار السلام والمسار السياسي في حلول الأزمة اليمنية إذن صد نبيل يعني تحدثت أنت عن حياد عمان ربما السياسي ودبلوماسياتي هل تعتقد أنها ممكن أن تستغل هذا الحياد والدبلوماسية من أجل أن تنهي الاقتتال الدائر بين الأطراف اليمنية منذ أربع سنوات لا يخفى على المتابع في الملف اليمني يعني حساسية الملف اليمني بالنسبة للعمانيين العمانيين يعني يهمهم كثيراً استقرار اليمن يهمهم كثيراً انتهاء الحارب في اليمن لأن هذا ليس في صالح العمانين وخاصة أنه يعني هناك صراعات سياسية كبيرة بين الأطراف الخليجية نحن لا يمكن إغفال الصراع بين الإمارات وعمان ولا يمكن إغفال أيضاً حساسية السياسية والمذهبية بين الطرف العماني والطرف السعودي وبالتالي كل هذه الإشكاليات وكل هذه الحساسيات أيضاً هي تجعل عمان أقرب إلى حل الأزمة اليمنية منها إلى الصمت أو حالة اللامبالاة لأنه بالأخير أي انهيار لمنظومة الدولة في اليمن أو لما تبقى من الدولة في اليمن هو انهيار لمنظومة الأمن في عمان أيضاً لا ننسى أيضاً أنه يعني طوال التاريخ القريب يعني كان هناك يعني تأثير وتأثر يعني أيام حكم الحزب الاشتراكي في الجنوب كان هناك مشاكل كبيرة ووصلت إلى مرحلة الحرب وتمرد في يعني المناطق الحدودية في عمان مثل ضفار وغيرها وصلالة وصلالة أيضاً وبالتالي العمانيون يدركون أنه وجود نظام سياسي موحد ومستقر في اليمن هو مصلحة عمانية قبل أن يكون مصلحة لأي طرف آخر وبالتالي هم يدركون هذه الحقيقة وبالتالي يعملون بجدية على أن تكون اليمن أكثر استقرار وأن تنهي مسألة الحرم في اليمن إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ سالم الجهوري الباحث في الشؤون الدولية من سلطنة عمان عبر الهاتف مسأل خير أستاذ سالم مسأل نور أهلاً وسهلاً فياكم الله أهلاً بك أستاذ سالم هناك تساؤلات كثيرة حول الدور العماني المتصاعد في الملف اليمني خاصة في الآونة الأخيرة نأمل أن نسمع منك عن ذلك يعني ربما آخر ثلاث كلمات لم أستمع لها لأن الصوت قطع لو تعدي ليها بالنسبة لسؤال نعم إذن ملحوظ أن الدور العماني في الفترة الأخيرة بات أكثر حضوراً أستاذ سالم ونود منك الحديث عن هذا الحضور شكراً جزيلاً أولاً على استضافتكم لي في هذا البرنامج والحقيقة أن الدور العماني متواجد منذ بداية الأزمة اليمنية وما قبل ذلك مع الأشقاء هذا الدور تمثل في أن يوجد حالة من التوازن بين الفرقاء في اليمن من خلال التواصل مع كل الفرقاء بهدف التقريب فيما بينهم وأيضاً وضع العديد من النقاط كمصلحة مشتركة وهو الدور الذي أيضاً كان فاعلاً في مجلس التعاون الخليقي وكان لعمان أيضاً بعض الاهتمامات حول تقريب اليمن إلى مجلس التعاون إلى منظومة مجلس التعاون في السنوات التي سبقت اندلاع الأزمة في اليمن تمثل في أيضاً أو نقحت الجهود المشتركة أيضاً سواء كانت من السلطنة أو من الدول الشقيقة الأخرى من دول مجلس التعاون في تواجد اليمن في عدد من اللجان التابعة للأمان العامة لمجلس التعاون الخليقي وحقيقةً كانت بداية سعيدة للمواطنين في دول المجلس بأن اليمن سيقترب من هذه المنظومة وهناك حدف بعيد ربما أو أنه سيكون متوسط المدى في إمكانية أن يكون اليمن عضواً فاعلاً في هذه المنظومة التي تشكلت في 1981 بإرادة ورغبة من أصحاب القلالة والسمو في إيجاد هذا الكيان الذي يحمي مصالحهم الاقتصادية والعسكرية وأيضاً الأمنية وكل ما يتعلق بحياة المواطن واستقراره في هذه البقعة اليمن لم يكن بعيداً عن هذه الأمان لكن كانت هناك بعض المعايير التي كان يفترض أن يستوفيها اليمن للدخول بشكل كامل ونهائي كان هذا هو الهدف لكن الأحداث الأخيرة التي حصلت في اليمن ربما أوقفت هذا المشروع ثم تدخل المجلس من أجل أن تكون هناك أيضاً آلية للتصالح بين أبناء اليمن الشقيق إلا أن ذلك بعد ذلك انفجر بشكل كما تعلمون مفاقي وحصل الذي حصل لكن الدور العماني بقى مستمراً وبقد تواصل سواء كان مع الحكومة الشرعية أو مع أنصار الله أو أي أطراف أخرى بهدف أن تكون عمان هي المحطة الحاوية لكل هذه الأطياف من أجل أن يتباحتوا ويلتقوا والعودة الدفع بالعودة إلى الحوار بين الأشقاء أستاذ سلام لكن هناك من يرى موقف عمان خاصة في بداية الحرب أنه كان موقف يميل لميليشيا الحوثي وربما يرى أيضاً أنكم كنتم ممرء للميليشيا وأن هناك تقارب أحدث تقارب معهم أكثر من الجانب الحكومي يعني هذا الكلام مردود عليه يعني عمان تعرف كيف توازن في موضوع العلاقات مع سواء الفرقافي ليس في اليمن فقط وإنما لدينا أيضاً القضية أزمة سوريا وكانت عمان يعني لها موقف معتدل وعلى مسافة واحدة تقريباً من يعني من الجميع رغم أن هناك البعض اتخذ موقفاً مضاداً للنظام هناك أيضاً الموقف العماني في ليبيا والموقف العماني أيضاً في العراق والموقف العماني من القضية الملف النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران وأوروبا كل هذه نماذج يعني فاليمن ليس استثناء هناك مصلحة عليا عمان ترى أنه من الضرورة أن تكون هناك نقاط تواصل وأنا عفواً هنا لا أتحدث باسم الحكومة العمانية أنا أحلل الموقف السياسي والرأي الذي نعتقد بأن الحكومة تقوم بدورها في هذا القانب هو من أجل المصلحة ليس من أجل أحداث أخرى المصلحة هي أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار ما حدث كما ذكرتي بأن عمان كانت أقرب إلى أنصار الله هذا غير دقيق يعني الحكومة العمانية معترفة بالشرعية اليمنية هناك تواصل بين مصطط وبين العديد من قيادات هذه الحكومة وبين أيضاً القيادات أيضاً في أنصار الله وبالتالي هذا كله في النهاية أدى إلى لقاءات مباشرة وغير مباشرة وحصل حوار أيضاً في هذا القانب بين الأطراف هذا ما تسعى إليه عمان لكن عمان ليست لها أي أجندة في هذا القانب سوى المساعدة والدليل أن عمان استقبلت وساعدت في علاق عديد من القرحة أشقائنا من القانبين ومن أيضاً أطراف أخرى في اليمن يعني لا يوجد هناك تصنيف في موضوع الحالات الإنسانية ولا في المواقف السياسية هذا معروف وهذا واضح ومن يرى غير ذلك عليه مراقعة المواقف العمانية ليس في اليمن وإنما في الملفات الساخنة الموجودة في المنطقة نعم إذن اسمح لي أن نشرك معنا في حوار نظيفي هنا في الأسيديو أستاذ نبيل البوكيري أستاذ نبيل بالطبع كان هناك سفير أو عينت الحكم وشعر سفيراً جديداً في السلطنة لكن الإشكالية تكمن أنه لم يبقى تواصل مستمر على مستوى دائم وغير منقطع وبالتالي هذا أدى إلى وجود فراغ هذا الفراغ تمثل بوجود أيضاً جماعة الحوثي ووفدهم الخارجي مثلاً بمحمد عبد السلام كان استخدم أو ظل في السلطنة بشكل دائم يعني متنقلاً بين العواصم العالمية من خلال السلطنة هذا أنا باعتقادي أيضاً أنه راجع لطبيعة العلاقات العمانية التي تحاول أن توازن بين كل الأطراف اليمنية وبالتالي نحن لا نستطيع أن نطالب العمانيين أكثر من ذلك بالنظر إلى أن العمانيين يعترفون بالحكومة الشرعية ولا يعترفون أيضاً أو لم يتورطوا بالاعتراف مباشرة بجماعة الحوثي كجماعة يعني كسلطة عمر واقع موجودة ولكنهم ظلوا يتعاطون مع كل الأطراف باعتبار للجوار وباعتبار أيضاً محاولة لأن تبقى عمان قسر التواصل بين كل الأطراف أو حالة وسطية بين الأطراف اليمنية الجانب المهم الذي يعني البعض يتخوف منه هو أن هناك علاقات استراتيجية تربط السلطنة بالجانب الإيراني وهذه العلاقات الاستراتيجية تحتم على عمان أن لا تقف موقف الحياد إلى أقصى حد بالنظر إلى أن الإيرانيين ينظرون إلى عمان كحليف استراتيجي بالنسبة لهم وربما هذا الجانب هو الذي جعل في الصورة جماعة الحوثي تبدو أكثر ارتباطاً بالسلطنة منها من ارتباط الحكومة الشرعية بالتالي هذه المخاوفنا باعتقادية لم تختبر حتى الآن ستختبر في حالة وجود دخول عمان في الملف اليمني بشكل متكافئ وبشكل يعمل على إعادة الثقة بين الأطراف اليمنية وتواصلات الأطراف اليمنية مع القيانب العماني إذن ما رأيك أستاذ سالم؟ هناك مخاوف كما ذكر أستاذ نبيل من العلاقة الاستراتيجية بينكم وبين إيران وما تأثير تلك العلاقة على موقفكم من الحكومة الشرعية؟ العلاقة بين عمان وإيران ليست وليدة هذه اللحظة علاقة ممتدة منذ تولي السلطان قابوس مقاليد الأمور في عمان منذ 1970 هذا في العصر الحديث لكن هناك علاقات تاريخية قديمة حصل فيها وهذا ما يقصده الأستاذ نبيل أن هناك علاقة السلطان قديمة حصل فيها بيننا وبين إيران حصل هناك العديد من التوترات على مدى التاريخ وهناك كانت معارك وغزوات وكانت أيام سلم وكانت متقلبة هذه العلاقة على ضوء مصالح كل بلد لكن ما أريد أن نقوله لا علاقة بين علاقة عمان بأمصار الله وعلاقة عمان بإيران يعني قد يفهم البعض ربما وهذا حق مشروع لأي إنسان يحلد في هذا الجانب علاقة عمان مع أنصار الله هي علاقة تأتي في إطار الحرص على اليمن الواحد وعلاقة عمان مع إيران هي علاقة دولة بدولة وهذه العلاقة فيها مصالح متبادلة ومشتركة بين الجانبين وفي نظر أنه لا توجد ربما في المنطقة دولة مؤثرة في علاقتها مع إيران مثل عمان لأن الإيرانيون أيضا يدركون بين عمان ليس لهم أجندة في هذا الجانب وبالتالي تلاقة المصالح مثلا بين إيران وبين أنصار الله لا يعني أن هناك دور لعمان في هذا الجانب العلاقة منفصلة والعلاقة مختلفة بين الجانبين مع الإخوة أنصار الله مثلا في اليمن يأتي في إطار الحرص على وحدة اليمن والدفع نحو الحوار وهذا ما تريده عمان ويريده أيضا العديد من قادة دول المنطقة أما علاقتها بإيران هذه علاقة أخرى مختلفة علاقة الجار بالجار هناك علاقة عمان تعرف كيف توازن علاقتها مع إيران وتعرف أين هي حدود الصواب وحدود الخطأ في تشخيص هذه العلاقة وأنا أعتقد أنها علاقة ليست علاقة منذ سنوات وإنما هي علاقة ممتدة على مدى قرون بين البلدين وكما ذكرت لك في التاريخ هناك تقلبات كثيرة في في هذه العلاقة مرت سنوات ذات السلم ومرت سنوات ذات أيضا تصادم عسكري وهذا ما يحتويه التاريخ بشكل دائم بين الأمم وبين الدول وبين الشعوب يعني لا يوجد صديق دائم ولا يوجد عدو دائم إذن أستاذ سالم ما هو أبرز دوافع السعودية والإمارات في التحركات الأخيرة والتوجه نحو مسقط هذه التحركات ليست جديدة يعني هي أولا ترتكز على موضوع القناعات بأن ما قالته مسقط منذ سنوات من الدلاع الأزمة بأن لا يمكن أن يكون هناك حسم عسكري في اليمن هذا موضوع يعني عمان تحدثت فيه وتحدثت فيه في أكثر من مناسبة عمان تؤمن بأن الحل في اليمن هو طاولة الحوار بين الفرقاء بمساعدة أشقاءهم في دول مجلس التعاون يبدو الآن من خلال هذه الدورة التي حصلت فيها على مدى مثل الخمس سنوات الماضية حصل هناك شيء من النضوذ في المواقف السياسية والتي ترى بأن ما قالته مسقط هو الأقرب إلى الواقعية أكثر منه إلى الممارسة على أرض الواقع في اليمن اليمن لا يمكن أن يكون هناك فيها حسم وهذا يمكن استنتاجه من المعارك التي تعرضت لها والغزوات التي باتت تحت حجمات العديد من الجيوش التي جاءت إلى اليمن وكلها في النهاية اندحرت وعادت وخسرت وبالتالي حتى وإن كانت الكثير من الدول تملك يعني هذه التقنية اليمن ذو طبيعة والتضاريسية مختلفة وصعبة ولا يمكن فيها الحسم وهذا أمر مفروغ منه لكن كانت هناك رؤى ربما لدى البعض بأنه بالإمكان أن يكون هناك حسم اليوم لم نصل إلى نتيجة بعد كل هذه السنوات وبالتالي أصبحت القناعة تتصاعد لدى متخذية القرار في هذه الدول بأن الحوار هو الأفضل وهناك الآن جهود تبذل من أجل إقرار أو وضع السلاح والعودة إلى طاولة الحوار والتحدث بصوت كل يقول موقفه ولكن هناك من يمكن أن يقرب بين هذه المواقف ومن يستطيع بضمانات وبجهود مخلصة أن يوحد سواء كان الإخوة في القزيرة العربية ومن ثم الإخوة في اليمن حتى بلوغ السلام والذي تنشده كل دولة لا توجد دولة في دول مجلس التعاون يعني لا يوجد لديها مساحة من القلق حول أزمة اليمن والأطراف المشتركة فيها الجميع حتى المشتركون في هذا الصراع ليس لديهم القدرة على المواصلة في المرحلة الحالية لأنه استنزاف عسكري واقتصادي واستنزاف أيضا بشري وبالتالي هناك خصايا اليومية إذن الآن هناك تدرج مرحلي نحو تجميل العمليات العسكرية ثم بلوغ هذه يعني بلوغ إلى نقطة التوقف ومن ثم الحوار والعودة إلى المركعيات والعودة أيضا إلى الحكمة وإلى العقل وإعادة اليمن ويعني الوصول به إلى غاية السلام نعم إذن شكرا جزيلا لك سالم الجهوري الباحث في الشؤون الدولية كنت معنا عبر الهاتف من سلطنة عمان أعود إليك أستاذ نبيل أستاذ نبيل ما رأيك هل تستطيع عمان كاسر هيمنة الرياض وأبو ظبي على الملف اليمني؟ باعتقاد المسألة ليست مسألة فرض إرادات في الملف اليمني بقدر ما هو لأنه بالأخير المملكة وسلطنة عمان هم مقدر اليمن التاريخي كدول جوار كتاريخ مشترك كوجود أيضا وبالتالي المسألة ليست صراع إرادات لأنه لو تحول المسألة إلى صراع إرادات أنا باعتقادي أنه سيزيد الأزمة اليمنية تعقيدا وأنا باعتقادي أنه وصلت الأطراف الخليجية إلى قناعة حقيقية أنه لا يمكن في اليمن أن تمضي الأمور إلى ما لا نهاية عن طريق الحرب والسلاح إلى ما لا نهاية بالنظر إلى أن الفشل الذي حصل في معركة ما يسمى بسعادة شرعية أو ما يسمى بالتحالف العربي لأنه دخلت بأجندات غير الأجندات المعلنة وبالتالي أدت يعني كانت الكارثة هي ارتدادات عكسية أدت إلى إصابة منظومة الأمن الاستراتيجي المنطقة انكشاف المملكة بهذا الشكل تشضي المجلس تعاون الخليجي طبعا وهذه التي لم يركز عليها أحد يعني مثلا أزمة اليمن كما قلتها وأكررها دائما أنه اليمن ليست يعني لن تكون المنطقة والخليج عموما لن يكون بمنأة عند ارتدادات الأزمة اليمنية وبالتالي ما حصل لأنه أبرز أوجه الأزمة اليمنية والحرب في اليمن هو تشضي وانقسام وتفتت كيان مسمى مجلس تعاون العربي هذا المجلس تعاون الخليجي العربي هذا الكيان الوحيد الذي بقى على امتداد أكثر من عقدين من الزمن ككيان يجمع منظومة دول مجلس تعاون الخليجي بعد فشل تجربة مجلس تعاون العربي الذي كان يضم العراق والردون والمصر واليمن أيضا مجلس تعاون المغاربي الذي كان يضم دول مجلس تعاون المغرب العربي بقى مجلس تعاون الخليجي إلى أن جاءت الأزمة اليمنية تشضى هذا المجلس بفعل أن ارتدادات الأزمة اليمنية هذا فقط على المستوى السياسي أما على المستوى الأمني والعسكري أنا باعتقادي انكشفت منظومة الأمن لهذه الدول وخاصة المملكة التي تعتبر دولة مركزية في المنطقة تمتلك قدرات أمنية ومالية وعسكرية كبيرة وهائلة وتحالفاتها الدولية التي تعتبر هي الأولى عن حيث التحالفات والتربطات مع القوى الدولية وبالتالي هذا الانكشاف هو نتيجة للإفراط والتفريط في الملف اليمني ونتيجة للفشل الذي حصل في الملف اليمني وعدم قراءة الأزمة اليمنية والعقدة اليمنية قراءة حقيقية ودقيقة وصادقة وبالتالي اليوم أنا باعتقاد أن عمان والمملكة العربية السعودية هم الطرفان المعنيان بدرجة رئيسية بعيداً عن أي أطراف أخرى ليس الحفاظ على اليمن وعلى أمنه ووحدته واستقراره فإنه هذا بالأخير هذه مسلمة يمنية لا يمكن تقاوزها قد يحترب اليمنيون وقد يذهبون إلى معارك وقد يذهبون كما رأينا خلال خمس سنوات لكن بالأخير هذه مسلمات لدى اليمنيين لا يمكن لأي طرف أن ينفرد وأن يقرر مصير أي رقعة أو أي جغرافية من جغرافية يمنية شمالاً أو جنوباً شرقاً أو غرباً بالأخير هذه الكتلة الجغرافية التاريخية هي امتداد تاريخي وهوية واحدة لا يمكن بحال من الأحوال الذهاب إلى الاستفراد بقرار بطرف آخر المشكلة تكمن اليوم أنه هل وصل الطرف الخليجي العماني السعودي إلى هذه القناعة الحقيقية أنه بوابة الأمن والاستقرار بالنسبة لهاتين الدولتين وبالنسبة لمنطقة الأمن الخليج العربي عموماً تبدأ باليمن إذا وصلوا لهذه القناعة سيعملون جاهدين على الخروج من هذه المأزق من خلال معالجة هذه الأخفاقات الكبيرة التي حصلت من خلال سقاط شرعية في اليمن من خلال أيضاً هذه الكتلة من الفوضى والعبث الذي تمثل من خلال السياسات التي ارتكبت في اليمن من قبل أطراف الخليجية إذن نسمح لنا أن ننضم معنا أيضاً عبر الهاتفل أستاذ مختار رحبي مسشار وزير الإعلام مسألة خير أستاذ مختار أهلاً أستاذ مستمر عليك وعلاً أعلم بكم أهلاً بكم أستاذ مختار مؤخرا زار وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الميسري مصقط ما هي معلوماتك عن هذه الزيارة؟ نعم بالنسبة للزيارة أعتقد أن هذه هي الزيارة الثانية لعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى مصقط طبعا إلتقى فيها مسؤولين من الممغانين وطبعا تبع لانتيحينها عن هذه الزيارة ربما الأولى بصفة رسمية يعني هناك معلومات تقول بأنه ذهب بصفة رسمية نعم نعم في الزيارة شابقة كانت زيارة رسمية وتم الإعلام عنها في حينها نسقط أعتقد أنها في هذه الفترة وفي هذه الآون الأخيرة خصوصا عند الحديث عن الحل السياسي وعن الوصول إلى حلول وإنهاء الأزمة الجبلية لا تكون حاضرة وبقوة بحق أنها نسقط طبعا ليس لديها مواقف طاغمة من أي طرف من الأطراف وإيضا هي مواقفة أعلن وليس لديها جلزة اليمن بالتالي نسقط دين كانت تلعب دورا محوريا في إلهاء الأزمة وفي تلك المتهاد النظر بالتالي يأتي من خلالها التبادل الزيارات وليس فقط للمسؤولين اليمنيين وأيضا هناك مسؤولين آخرين يعني لا يوجد دفاع السعودي دارها ومسؤولين أمريكان بالتالي حين الحديث عن المشاورات والمحل السياسي والسلبي سحضر دورها وبحضورها وبحضورها سواء في المنطقة أو في الإقليم أو في المجتمع الثوالي لأنها كانت لعبرة أشاثية في المنطقة اليمنية وأيضا في الملفات الأخرى ملفة النوو الإيراني وغيرها من الملفات الكثير والمحادثة التي لعبت فيها مصطقة دوار إيجابية نعم إذن هناك في الأونى الأخيرة تم ملاحظة استضافة عمان لمسؤولين يمنين مناهضين للإمارات ما ذللت ذلك برأيك؟ أنا أعتقد أننا مصطقة بالإسبابة إحسابانية المسؤولين يمنيين إذا تحدثنا عن المنطقة اليمنية وعن حضور سلطلات عمان في المنطقة اليمنية كانت حاضرة بالفداية وهي أعلانت مواقع ترسلية أنها مع شرعية ومع السهولة وأنها مواقف المعلنات ولم تدخل أيضا في إطارة الحالق العربي مسألة احتضانها المسؤولين والمهضين بالإمارات والإمارات الحالق بشكل عام أعتقد أن له دلالة أو أن سلطلات عمان لديها مواقف صارمة سواء من المملكة أو من الإمارات أعتقد أنها قولنا وسلسل عملنا في هذا الإمارات لكن إنها تحاول تدخل هذه النظر بين اليمنيين هي أيضا تحقق عائلة أبن الله فالح تحقق الشيخ حمود المخنازي القيادة في أسلطلات المنطقة تحقق العوديين تحقق كل الأطراح السياسية وبمسيها أيضا المسؤولين الذين هم محسوبين على الحكومة الشرعية بالتالي بسر تحاول أن تجمع اليمنيين بشكل عام وتقرد وجهة النظر وأن تلعب دورة تبين سواء في إطار اليمنيين فيما بينهم أو في إطار اليمنيين والفحانة العربي نعم لكن أستاذ مختار هناك من يتساءل عمان ظلت ربما في حياة سياسي طوال الفترة الماضية وربما كانت أكثر ميلا لميليشيا الحوثي وهناك من يعتبرها ممر عبور لميليشيا الحوثي ما الذي يجد الآن حتى استنفرت عمان بهذه الطريقة الواضحة أعتقد أن هذه المعلومة أنها سميلة إلى الميليشيا الحوثية وأنها تدعم الميليشيا الحوثية أعتقد أنها معلومة صحيحة والطبع زياد هذه المعلومات لأنها حينما تحصد جميع الأطراف السياسية سواء في الإصلاح والمتمر أو باقي الأطراف السياسية حتى الحراكة الجنوبية أعتقد أنها في الحراكة تواجدها في سلطنة عمان بالتالي سلطنة عمان موقفها متوازنة وهي أعلنت نصف اللحظة الأولى وأيضاً حتى تخلص عشر حيالة خارجة من اليمان خارجة على سلطنة عمان وكثير من المسؤولين اليمانيين كما فيه مدير الخارج السابق المخلاسكي دار سلطنة عمان والمواقفها مؤمنة أعلمت أكثر من مرة عبر بيانات رسمية أنها مع الحكومة الشرعية وأيضاً لديها سفير في المصطق هي لم تأثير في الحوثيين لم تأثير في مجلسنا في مجلسنا السياسي هي فقط لعبة أدوار حينما للمشهورة السابقة سواء دينيف أو الكويت أو أيضاً حتى السفر كانت تلعب أدوار في محاولة تقريب وجهة النظر وهي تأثير أو ترسمية من الأمم المتعدة بالتالي مواقفها هي المؤمنة التي نحن نتعامل مع المواقف المؤمنة وهي أنها سلطنة عمان مع الحكومة ومع الجولة وأيضاً هي ضد الحرب وتريد إنها الحرب في أطرق السياسية والسلمية وهارة طمويلة البرواري سياسة السلطنة أنها لا تتصل في أي صراعات ولا تتصل في أي حروب أما بنسبة لبعض هذه الميليشيات لا أعتقد أن سلطنة عمان جولة التي سياستها متواجدة ومحايدة مع الجميع لا أعتقد أنها أدهم الحوثيين أو ستتعمل بميليشيات أو أنها حتى نمر عبور هذه أعتقد أنها إكشاءات في إطلاقها في طار المؤكفة السياسية وفي طابة الإستاذ السياسي بسلطنة عمان معروفة أن التهريب يأتي عبدالبيحار وهناك أشخاص وصلت من مدينة غدن التي هي بيت الميليشيات الانتقالي وهي التي كانت تعميلها بيت الإماراتيين وبيت المعرفة العربي بالتالي نستطيع أن أقول أن الدور السلطنة عمان يمكن استغلال هذا الدور وهذا المشارك الكبير في مصقف في الميليشيات من خلال تقريب وجهاتنا نظره من خلال عملية السلام والأفضل المصار السياسي الذي يضمن أعودة الدولة وإنهاء الإنقلاب ونزل إسلاح الميليشيات وأعودة الدولة لإمارسة عملها ومهامها في اليمن نعم إذن يعني انطلقت الكثير من الدعوات لتشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الجمهورية أستاذ مختار كما يبدو عمان حاضرة في هذه الدعوات برأيك ما هي مصالحها من هذا التدخل ولا يؤثر ذلك على علاقتها بدول جوار سلطنة عمان تحتاج إلى علاقات كبيرة وطوية مع دول جوارها سواء المملكة ومهامها سواء المملكة أو الدولة ستلعب دائما أدوار محايدة سواء في الأزم الميلي أو أيضا حتاج إلى التوخليجية التي أعصبت في في التعامل الخليجي وكان لها أدوار إيجابية بالتالي الأسراط اليمني أو النشاط المقاط في الأزم الميلي هو يأتي من خلال لعبة أدوار إيجابية يرينها الأزمية في اليمن لأنه الأسر الشديد أنه دورة الإمارات العظمية مستخدمة لعبة أدوار سلبية في اليمن ودعمة الميليشيات السابعة ودعمة الميليشيات الانتقالية الذي هو بدون بدون تهم الإمارات وبدون الاندرعة الليبعة فيها وعيطة المال الإماراتي هو تصليل من الفصائل الأخرى بل سيستحق مثل جمعية الميليشيات بالتالي تحاول سلطنة اليمان أن تدعم كل الأطراف السياسية اليمانية التي تلعب أدوار سياسية وليعزة عوازم في اليمن وهي ليست لديها أجل أعرف دائما أن السلطنة اليمان خوال السنوات الماضية ليست لديها أي أجل اليمان وليست لديها أحناق في يمن وهذا لديها إشكال في محافظة المعرة من إتخالها في أزمة أو إتخال محافظة المعرة أو ملشرة محافظة المعرة وهو طبعا يضر السلطنة وهو يضر أنه قومي بالتالي تحاول لملمة اليمنيين وجمعهم في صارة ما ينهي الأزمة اليمانية وتهي الأزمة السياسية في اليمن وليع ثلاثة الأشخاص سيكون لديها أي ذات اليمن وانا ستدخل في اليمن وانا ستبع أطبع في اليمن أضع أطبع في أطبع وقراء الإعلام كنت معنا عبر الهاتف أعود إليك أستاذ نبيل أستاذ نبيل ربما تحدث الأستاذ مختار عن المهرة كعلاقة يعني علاقة صراعي بين عمان والسعودية كيف تجد أنت ذلك لا شك أنه مسألة ملف المهرة ملف معقد بالنظر إلى أن عمان تنظر للمهرة أنها قز من أمنها وعمقها الاستراتيجي وبالتالي أيضا يدرك العمانيون خطورة ما ستقول إليه الأمور في حالة ما مضت الأمور بالطريقة التي يخطط لها الإخوة في التحالف العربي وخاصة أن عمان لديها يعني صراع حقيقي ومواقه حقيقية مع الإمارات فيما يتعلق بأمنها واستقرارها وبالتالي هي تنطلق من هذه المخاوف وخاصة بعد المحاولة الإنقلابية التي أعلنت عنها عمان قبل سنتين من الآن وكل هذه الإشكاليات التي كامنة في هذا الملف وفي مسألة العلاقة بين الطرفين وبالتالي هذه المخاوف العمانية تتبدى اليوم من خلال الحرص على يعني أو يظهر من خلال الإنقسام الموجود اليوم في الحالة الاجتماعية وحالة الاستقطاب الموجودة في قبائل المهرة واطرافها جز مع العمان وجز مع المملكة أنا باعتقادي أنه أيضا هذا الاستقطاب أيضا هو ليس في صالح الطرفين لا بصالح المملكة ولا بصالح العمانين ولا بصالح اليمن لأنه بالأخير هذا الاستقطاب سيؤدي لإقتتال داخلي وسيؤدي لحرب أهلية بين القبائل اليمنية وبالتالي لن تتوقف هذه الحرب عند مستوى الصراع بين هذه الأطراف اليمنية إنما ستمتد خارج هذه الحدود وستعدي إلى تعقيد الأزمة بشكل أكبر وبالتالي الحال يكمن ليس في مزيد من الاستقطاب وليس في مزيد من التخندق وراء أو تخليق حالة صراع في الملف المهرة وإنما من خلال إعادة ضبط سلطة الحكومة الشرعية أو إعادة تمكين الحكومة الشرعية من أدى مهامها وواجباتها في هذه المنطقة وغيرها من المناطق اليمنية ابتداء من العاصمة عدن وليس انتهاء بالمهرة وغيرها وبالتالي أنا باعتقادي أنه يعني حالة الفوضى الموجودة اليوم حالة الاستقطاب ليست مصلحة عمانية ولا مصلحة سعودية وإنما المصلحة تكمن في استعادة الدولة اليمنية استعادة الحكومة الشرعية لأدائها في هذه المنطقة وبالتالي هذا هو فقط المدخل الوحيد لفهم الملف اليمني المدخل الوحيد لكل هذه الحلول والهروب من حالة أو تقنباً وثادياً لحالة الانزلاق إلى مرحلة الحرب والصراع بين هذه الأطراف إذن أستاذ نبيل كيف تقرأ عن دوافع تحركات السعودية والإمارات وزيراتهم الأخيرة والملحوظة لمسقط أنا باعتقادي أنه يعني في أحسن يظن أنه هذا إدراك متأخر لتعقيدة الملف اليمني ويدرك الأطرفان أو تدرك السعودية جيداً أنه عمان فاعل رئيسي في الملف اليمني على الأقل في الملف في الملاطق الملتهبة مثلاً في المهرة وغيرها وأيضاً تدرك أيضاً أنه عمان ربما احتفظت بمسافة إلى حد ما تعتبر وسطاً بين كل الأطراف اليمني وأنه ربما يعني بعد خمس سنوات اتضح لهم أن عمان استطعت أن تدير الملف السياسي في علاقتها مع الحكومة الشرعية والإنقلابيين والأطراف الإقليمية والدولية بطريقة جيدة فربما يرون أنه وجود عمان اليوم أو الاعتراف الدور العماني في الحالة اليمنية هو مقدمة لحل حالة هذا الملف لكن إلى أي مدى سيصدق مثل هذه القراءة بالنسبة لهم أو مثل هذا التوقف أنا باعتقادي هذا لا يمكن التنبوبه فيما يتعلق بالملف اليمني عموما وليس فقط بالملفات المجزئة سواء فيما يتعلق بالمهرة أو غيرها من الصراعات الموجودة حاليا نعم إذن يعني عمان والسعودية والإمارات هل تجد أن هناك يعني إرادة حقيقية لحل الملف أم أنه مجرد تقاسم نفوذ حتى الآن لا توجد أي لا نستطيع أن نبني على ما يتم أن هناك إرادة حقيقية للحلحلة الملف اليمني يعني هو نوع من الهروب ونوع من عدم القدرة على مواقهة مرارة الفشل الذي حصل في الملف اليمني لكل هذه الأطراء وبالتالي هم يعني محاولة لعب أدوار أو محاولة إيجاد يعني أو النظر إلى اليمن على أنها عبارة عن كتلة أو غنيمة يمكن تقاسمها ككعكة أنا باعتقادي هذه النظرة قاصرة ونظرة كارثية إذا 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 صحت مثل هذه الرؤية بالنسبة لي وصحت لدى هذه الأطراف أنها تنظر اليمن بهذا الشكل أنه مناطق ممكن انتزاع منها مناطق نفوذ لهذا الطرف وذاك وبالتالي أنا باعتقاد أنه إذا كانوا يفكروا بهذه الطريقة فأعتقد أنهم لم يفهموا الأزمة حتى الآن وأنهم بصدد مزيد من التعقيد للملف اليمني وبصدد مزيد من الفشل والإخفاق الذي لا نتمناه لأنه لن يقف هذا الفشل والإخفاق عند مستوى الاقتتال والصراعة والاحتراب الداخلي في اليمن وإنما سيمتد يعني إلى خارج الحدود لأنه بالأخير أنت يعني ما أصبح ما أمس بجارك سينتقل إلى جارك بالضرورة وهذه قاعدة في العلاقات الاجتماعية والعلاقات الدولية يعني منظمة الأمن الاستراتيجي لهذه الدول تبدأ بأمن واستقرار الجار قبل هذا الطرف وبالتالي أنا باعتقادي أن هذه التعقيدات أو هذه الأزمة يفترض أن الدرس كان قاسيا ويفترض أن الرسالة وصلت لهذه الأطراف أنه لا يمكن لهم أن يظلوا في أمن واستقرار وأن يكونوا بمنأة عن تداعية الأزمة اليمنية ما لم يسارعوا لمساعدة اليمنيين لحل حلة هذه الأزمة والسعادة دولتهم بكل الطرق التي ممكن الوصول إليها في سعادة الدولة اليمنية نعم إذن شكرا جزيلا لك نبيل البوكيري رئيس مركز باب المندب للدراسات الاستراتيجية كنتم معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني أشكركم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة